حالة من عدم الاستقرار تشهدها الموازنة المانية بسبب اعتمادها على واردات النفط ففي الوقت الذي تتجه فيه جميع الدول لتحقيق الاستدامة يعتمد العراق على الاقتصاد الرائعي بدأت القراءة الأولى في مجلس النواب بعد طول انتظار الموازنة الاتحادية لهذا العام والأعوام القادمة موازنة قال عنها اقتصاديون انها تعتمد بشكل اساسي على واردات النفط مما يجعلها غير مستقرة امام تذبذبات اسعار النفط وحتى اسعار الصرفي المتغيرة يوميا اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل اساس على النفط اقتصاد رائعي 96% من مدخلاتها تعتمد على النفط وكما تعلم ان جميع دول العالم تتجه لها نحو الاستدامة نحو الطاقة النظيفة يعني الاستغناء عن النفط وبالتالي ستنخفض اسعار النفط الاعتماد على الاستثمار في الموازنة خطوة ربما غفلت عنها حكومة المركز بإتاحة الفرصة للتجار والعمل على توفير بيئة مناسبة فضلا عن اثقال الموازنة بتعيينات جديدة امر اضطرها الى الغاء التعاقد والتعيين في موازنات الاعوام القادمة نحتاج الى تفعيل القطاعات الخاصة القطاع الخاص القطاع التجاري تفعيل ايضا المصانع المحلية الصناعة الوطنية الصناعة الوطنية غابت غياب تمام بسبب منه بسبب عدم الدراسة وتنتظر الاوساط الشعبية مجلس النواب باكمال قراءات الموازنة وبنودها والاسراء باقارها نظرا للحاجة الفعلية للموازنة في المشاريع وحتى رواتب الموظفين زيد الشهيب الرابعة بابل